طاجين الزيتون من الأطباق الرئيسية لنجدها في قسنطينة ويعتبر طاجين الزيتون من الأكلات التي يشتهر بها المطبخ القسنطيني والمطبخ الجزائري بصفة عامة يتميز بعناصر غدائية هامة ولا مهمة في جسم الإنسان لأنه يحتوي على اللحوم والزيتون أنا اليوم طيبت في المولود ونقلكم من مطبخي مباشرة تنصح مولود جميع المشتركات في قناتي واللي ما زال ما اشتركوا شون قولهم يشتركوا في قناتي ويعملوا لي لايك وابوني للفيديو ويبرتاجوا مع أهلهم وأحبابهم وأصدقائهم ويتركوا لي كلمة في التعليق نحتاج في وصفة اليوم ولا في حلقتنا لنهار اليوم 500 جرام زيتون أخضر منزوع النواة يعني بدون عضم نغليه في نصف حبة قارس هكا بها النقص من نون الملح نغليه مدة 15 دقيقة حتى إلى 20 دقيقة هنا البنات انقلكم بالنسبة للزيتون كنت تبيته الليلة مقبل في ما بارد ولا حبيتي تقدري تشري الزيتون وتكونجليه في الثلاجة لمدة أسبوع أو عشر أيام هكا ومبعد الديكونجليه تلقاي المرارة تاعو كامل راح تلوي يطيب معاك زبدة وتختمي بيه الوصفة الزيتون ننتاعي كما غليتو 15 دقيقة نحيتلو لبان تاعو وارميتو شللتو بالمسخون هكا بها يكمل معاي أطيابو وهنا نحتاج إلى بصلتين كبار نقشرهم ونخسلهم ونقطحهم إلى شرائح ونرميهم في الأشواغ يترحى ولا في الروبو نرحيهم تماما حتى نحبس المرارة تحتاجين الزيتون تاعي ثقيلة وملبية الآن نروح مباشرة إلى طريقة التحضير نحضر قدر نضع فيه البصل ونحط قطعتين من المارغارين أنا نخدم بفلوريال ستقوني تعطيني وحد البنفطاجين الزيتون انتاعي رائعة هكا البنات نحتاج إلى صدر الدجاج أنا كنت قطعتو إلى مكعبات كبار هكا كما راكم تشوفو ونحط القدر انتاعي فوق النار على نار مهيلة يعني نقسو فيها كغيمو في هذه المرحلة أنا نحط الزيتون انتاعي اللي كنت شللته بالمسخون نحطه يتقلم على الطنيجران تاعي أول شيء لازم يكون الزيتون انتاعي يتقلم على الدجاج والبصل يعني لازم الزيتون انتاعي يتشحر بهيجيني بنين وثاني شيء يا البنات نقول لكم على وحدة رائحة راهي تنفنف في الكوزين انتاعي راهي ما شاء الله واش نقول لكم يا البنات أنا عن نفسي بدي تنجوع صدقوني نحمص صمليح البصل والدجاج والزيتون في هذه الزبدة حتى يضبال الزيتون تماما ويتحمر لي أطراف الدجاج انتاعي ويتعسل معي البصل أنا في هذه المرحلة راح نضيف له ملعقة صغيرة ملح وملعقة فلفل اسود نمر مباشرة الى تحضير الحرش اوليبولات دوفيونداشي اللي رافقتهم مع طاجين الزيتون انتاعي كنت اعطيتكم طريقة عمل الحرش اوليبول دوفيونداشي في وصفة الكفتة في الفيديو السابق ارجعولو لكن انا في وصفة اليوم راح نقليهم في الزيت هكا بها يعطيوني البنة لنحوص عليها في طاجين الزيتون انتاعي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صليوا عليها البنات انا نحمر لي بولد دوفيونداشي حتى يعطيوني اللون الذهبي لنحوص عليه بعد ما اتقلوا لبولد دوفيونداشي نرميهم داخل المرق مع الدجاج والزيتون ونمرق حوالي لتر نتاع لمه كما راكم تشوفوا لاسوس راهي ما شاء الله هنا ونغلق على طاجين الزيتون انتاعي ونخليه طيب حوالي عشرين دقيقة هكا البنات طاجين الزيتون انتاعي راهو طاب هنا راني طفيت عليه كما راكم تشوفوا راهو ما شاء الله الصورة واحدها راهي تهدر هنا نروحو الى تحضير العقدان تاعي العقدان تاع طاجين الزيتون تتكون ملعقة متوسطة هكا تاع انشا هكا ننعقدها بلاسوس تاع طاجين الزيتون حطيت حوالي زوج ملاعق هكا كبال هكا ونحرحروا نشا نتاعي داخل السوس ونزيد نحط لها نصف عصر قارس هكا بش زيت تاعطينا بنا اكتر طاجين الزيتون انتاعنا راهو ما شاء الله هالبنات جربوه والله العظيم راهو وحد الدوق ما شاء الله على بلي باللي يعجبكم هكا ونحطوه داخل القدر انتاعنا ولا داخل نجرة هكا حركوه مليح هكا حوالي خمس دقائق هنا يا البنات طاجين الزيتون راهو جدا معانا رحوا مباشرة الى الضغيساج هنا يا هنا شبحتوا بهذا الشكل الجميل والتزيين يبقى دائما نقولكم يبقى اختياري هذا هو طاجين الزيتون الاصلي الخاص بولاية قسنطينا وسكيكدا انا واولادي وعائلتي من عشاق هذه الاكلة هذا هو طاجين الزيتون لنزينوا به المائدن تعنا في المولود او في الاعراس يعني خسارة هدو الاطباق راهو في انديثار قليل وين تفكروهم يعني حبيت عبر القناة انتاعي اني نفكركم فيهم وفي بنتهم وحبيت عبر القناة انتاعي اني نحيي الاطباق الاقديمة ان شاء الله وبعد العشاء نروح نوجد للسهرة انتاع المولد نعطر الدار بالبخور والمسك نسجيلهم الحنة نحني اللبنات ونشعل الشموع ندير الطمينة والقشقشة والفاكية يعني تكون اجواء رائعة لبنات ونحكي لبناتي على حياة الرسول وعلى صيفاته وعلى كرمه وعلى اخلاقه يعني وش نقولكم ربي دومها ان شاء الله وما يقطعها شعلنا عادة هذه اجواء الشرق في المولد النبوي وشكرا اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذه اجواء المولد في عائلتي حبيت انشاركها معكم في قناتي ولعقوا بالعمل جاي اذا كنا من الحيين طبعا الى اللقاء